حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان بن المغيرة القيصي قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني بشر بن عاصمين الليثي عن عقبة بن مالك وكان من رهته قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صرية فصلحت رجلا سيفا قال فلما رجع قال ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن بشري بن عاصمين قال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القائل يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فذكر قصته فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءات في وجهه ثم قال إن الله عز وجل أبا علي من قطال مؤملا قالها ثلاث مرات حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال جمع بيني وبين بشري بن عاصمين رجل فحدثني عن عقبة بن مالك النصرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا فبلاز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال إني مسلم فقطاله فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمبال المسلم يقتل الرجل وهو يقول أني مسلم فقال الرجل إنما قالها متعوذا فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليوم فقال أبا الله علي من قتل مسلما ثلاث مرات